بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الفصل الثالث من مقرر النظم بالمعالج الدقيق الفصل ده جماعة بعنوان Addressing Modes and Pet Manupulation والجزء ده هو الجزء الأول في الفصل الجزء ده جماعة بيتكلم عن Addressing Modes يعني إيه Addressing Modes تعالي نشوف مع بعض بنقول Instructions and Addressing Modes يعني الأوامر وأنماط العنوانه وبنقول يا جماعة إن ال Instructions هنا لازم نكون فاهمينها كويس جدا لإن البروستسر بيتعامل معها معايا والأمر نفسه بيتحكم في عمل البروستسر فلازم نكون فاهمين إيه هي الأوامر اللي بتعامل معها من البروستسر وأنواحها بنقول مع بعض The instructions cause the processor to manipulate the contents of specific programming and of memory and input output locations عايز يقول لك إن ال Instructions لها تأثير كبير على طريقة عمل المعالج وطريقة معالجة البيانات والأوامر اللي بتصدر لمين للمعالج تعالي نشوف مع بعض أنواع ال Instructions Types of Instructions أنواع الأوامر عندي ثلاث أنواع من الأوامر يا جماعة Load Store Instructions أوامر التحميل والتحميل والتخزين وأوامر Arithmetic Logic Instructions أوامر الحسابية والمنطقية و Test Branch Instructions أوامر الاختبار والتفرع هناخد دلوقتي بس أمر منهم Load Store Instructions نشوف مع بعض منقول يا جماعة Load Store Instructions خاصة باقيه بتحديد أوامر من العمليات اللي بتتم على التحميل من الزاكرة والتخزين في الزاكرة معايه؟ إذن منقول مع بعض Load Store Instructions or those which move data between a register in the processor and the memory locations or another register وتعالوا نتكلم على الشكل اللي قدامنا ده يا جماعة الشكل اللي قدامنا بيقول إيه؟ بيقول أنا عندي Macro Processor وعندي Memory كيف أتم عملية اللود؟ بنقول إيه؟ اللود بناخد data من المين؟ من الممري نودها المين؟ للبروستسر معايه؟ واللي احنا اتفقنا عليه دلوقتي انه يتعامل مع register موجود فين؟ في البروستسر هنا معايه يا جماعة؟ جميل يبقى إذن لو إحنا خدنا ال data وحطناها فين؟ في الميكرو بروستسر أصبح ده أمر يشير إلى أمر إيه؟ ها؟ لود تحميل تمام؟ طب ال data ديت هتبقى إيه؟ بناءا عن عن عنوان address هناخد ال data ديت يا شباب اللي بيشرعها ال address بس طبعا هناخد ال data دي لها ال content ونودها عن طريق مين؟ ال data بس للبروستسر يبقى دي أمر مين يا جماعة؟ أمر اللود أمر مين؟ اللود أخذ data من الميمر بالدليل طبعا عنوان يتتم تحمله في ال data bus ثم تروح إلى الميكرو بروستسر يونت اللي بيتعامل معه الرجسطر خاص بالميكرو بروستسر طيب نشوف الأمر الثاني طريقة عمله إيه؟ إليه أمر بقى الستور وساعد بنسمير راية الكتابة لأن احنا بنكتف في الميمر أو بنحط data في الميمر طب ال data دي هتبقى إيه؟ هتبقى عن طريق برضو عنوان مش كده؟ وهناخد ال data دي هتبقى من الميكرو بروستسر عن طريق ال data bus ونخزنها ال content بتاعتها نخزنها فين؟ في ال word للميمر لذا ما انت شايف كده ليه أمر الستور معاي؟ يبقى إحنا فهمنا كده يعني إيه load ويعني إيه؟ هه؟ استور load أخذ من الميمر وحط في الميكرو بروستسر طيب الستور أخذ البيانات من الميكرو بروستسر يتحط فين؟ في الميمر طبعا بدلت عنوان محدد بيحدده بييجي العنوان دي عن طريق ال address bus وكمان وال data اللي موجودة في data bus بتنتقل في الموقع اللي احنا مشاورين عليه عن طريق العنوان اللي احنا حددناه الأمر ده هو أمر ستور وساعد بيسموه right right cycle السلام عليكم ورحمة الله وبركاته